السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستاذ امين عبد الحسيب الدريق. هنتعرف من هذا ان شاء الله على كيفية التسجيل في المنصة لاختبارات الترقي. هندخل في الموقع بتاعنا. pet.edu.eg. هيبدي احمل معنا. طبعا هاختار بدء حجز البرامج الرقمية للترقي. مش المرشحين للتغير المسمى. هنختار حجز البرنامج. هدفع حجز البرنامج. حجز البرامج طبعا ايه? بدي حجز الترقي. هيبدأ يفتح هنا دي التعليمات ده فيديو برضو موجودة الشرح. هننزل للاخر هنا طبعا مجمع من الخطوات اللي احنا بنجوم بيها والملاحظات. هنا الفيات المستهدفة والفترة الزمنية وعدد الايام. هننزل. هننزل لطاعة خلص دي رحلة الايه? تسجيل او الخطوات وكود الدفع هو. طبعا احنا هندفع به زي ما هيظر معنا رقم الطلب على سبعمائة تمانية وتمانين. هنزل تحت فلص وهضغط على التسجيل والالتحاق بالبرنامج. هيبدأ يطلعنا الشاشة اللي قدامنا. هندخل فيها الكود. طبعا اول محضتك ندخل الكود بتاعك هنا. وتضغط على بحث. هيظهر ان كنت من الناس المستحقة للترقيق هيظهر بياناتك. ان ما كنتش هيقول لك ان انت غير ايه مسموح ليك دلوقتي. هندخلنا الكود هندضغط اه ظهرت بيانات المعالية. هنبدأ نتأكد من البيانات. اهم حيال ان حضرتك لازم تتأكد من البيانات. لو فيها مشكلة هترجع للمسؤول احسن. طب لو في مشكلة هنكمل لطاق عشان نبدأ ان احنا اندخل البيانات. هنا المحمول الشخصي المعلم لانه هيظهر عليه برضو رقم الطلب هينبعث ليه. هنا البريد الالكتروني حساب جيميل حساب البريد الموحد زي ما انت عاوز. الرقم القومي خلي بالك ان الرقم القومي هيبه هو كلمة المرور. عادة كتابة الرقم القومي بين قصين كلمة المرور اللي هو الرقم القومي. وبعدين هنعمل اقرار بصحة البيانات وهنضغط على انشاء حساب. اه بعد ملينا البيانات هعمل اقرار واضغط انشاء حساب عشان يبدأ يبعث لي ابدأ اشوف الطلب بتاعي وابدأ اهبس هنا. ظهر رهوات بقول لي ادخل المستخدم كود. الكود بتاع المعلم العادي. وهنا كلمة المرور اللي هي عبارة عن الرقم القومي. ويفضل ان حضرتك تكتب كل البيانات على البرنامج الورد وتعمل كنترول سي وكنترول في. اه هنا هي تحويفية البيانات القصية والدورة التلقل. هنا من الى. وهنا مدفوع. هنا دفع رسوم الدورة عشان خاضر حضرتك تضغط على عشان تدفع. طب. هنا البيانات قصية. اهة البيانات اللي احنا مليناها واخترناها والبيانات اللي احنا عملناها الوقت اللي هو المحمول والبرد الكتروني. طبعا الرقم القومي لاسمه كتاب insert. هنا مش عابل في لخط واحدة ان انا اضغط على دفع رسوم الدورة عشان تظهر لي هو رقم الطلب بتاعي. بقول اللي هنا اجمال للمبلغ. كام? اللي هو مية واحد. اضغط على تأكيد. وطبعا هيتم الدفع بوسطة ايه? فور. هضغط على تأكيد. اه. راح جايزايب لي هنا الرقم اللي هو الطلب. طبعا حضرتك بتدفع برقم الطلب. مش بتدفع بالرقم القوم. اه. بقول اللي هنا تم آآ عملية الحصول على الكل الدفع ايه? بنجاح. كده وصل على الموبايل. ووصل برضو ايه? على البريد الالكتروني. طيب. بمجرد ما انا هدفع. هيبدأ يظهر كده البيانات. هدخل هنا تاني الكود بتاعي. وكلمة المور. ادخل. اه. هلاجي كلمة مدفوع هنا ايه? انتم الصفيات عادت على نصح. ومكتوب هنا ايه? عرض. عرض الداتا بتاعتي. هضغط على عرض. عشان يظهر اللي هي يبدأ الدورة بتاعتي. دور الترقي اللي هو التدريبات وانتحان القبلي في الاول طبعا. هنا قدي الاختبار القبلي هنا مباشرة انا هو. وده الاختبار القبلي ايه? لكل الناس واحد او موحد لكل. هنا هنبدأ ان احنا نجاوب على الاجابات بتاعته اهيت. طبعا عن تسع اسئلة. بيديك طبعا على الاجابات ديت علامة ايه الله اخضر. خلي بالحضرتك من حاجة. اول ما هتخلص الاختبار القبلي هينعارض معاك ثلاث فيديوهات. كل فيديو منهم ببعليه مجموعة من الاسئلة. ثلاث اسئلة تقريبية. اه في بعض الاسئلة منها من نفس اللي بتحني القبلي ده. تمام? ديت على ايه اسئلة الواحدة. بعد ما بتخلص اخر فيديو معاه. طبعا في ميزة هنا. ايه هي? ان حاضرتك كل ما هتخلص فيديو. اه حتى لو انت عملت اه تمال او كده وكملت بعديه. هتبصت لاجه يظهر لك نص او ايه شرح باللغة العربية. يعني اللي هو الشرح او الملخص. ممكن ان انت تستعين به برضو في اجابتك يعني. طيب. هنا هوتها هنيجي عندي هوتها هبدأ اكمل اجابة. ده السؤال السادس. طبعا زي ما قلت الاجابات لو كلها صح هيديك عليها علامة اخطر. لو في اجابة عندك لونها اه غلط من اللي انت جاوبتهم في الاختبار القبل ده هيديك عليها لون احمر. ده المنصات. ده يعتبر اخر جزء في التقويم عندي في الجزء الثالث. اه. طبعا ياريت اي حاجة كود رقم قومي البريد الالكتروني وانت بتدخله كله كنترول سي كنترول في. لو انت كتبتوا كلام من ده هيظهر الكلامة لخضط في بقى. كنترول سي على الورد وكنترول في. انا اختر اجابة وهنبدأ ماشرة حضرتك وهننعمل فيديو لامتحان بعدي مباشر اه من داخل المصر. اه. هنا انهاء الاختبار اهوت اولا هضغط على انهاء الاختبار. هنا اهوت جاب كله ايه للخضر اهوت يعني اجابات بتاعت كلها ايه الصحيحة على الاختبار القبيل. هنزل طبعا بتاعت. عشان ابدأ ايه يقول ايه? كملت. واكمل ايه الدورة او ابدأ الدورة بتاعتي. بدء الدورة. هضغط على بدء الدورة عشان يبدأ يارضلي ايه الفيديوهات بتاعتي هنا هيت. ادي اول فيديو من الفيديوهات الموجودة عندي هيت. وهنا طبعا اول ما هخلص بديني ايه? الاسئلة هيت. هنا عندي اربع اسئلة اولا. جدامي هبدأ اجاوب عليها. اضغط على في الاخر تسجيل اجابة. وعمل اكتمل النشاط. اكتملت النشاط يبدأ يدخل في الايه التاني والتالت وهكزا بعد ما نوصل ليه الايه? الامتحان اللي هو النهائي. اكتمل النشاط التاني. والتالت. وجلد ما هتخلص التالت هيبدأ على اللي هو الاختبار البعثي. اشتركوا في القناة.